اشتركوا في القناة حياتها شابين مغربيين على يد الجيش الجزائري على الحدود البحرية مع المغرب وكشفت مصادر من عائلة الشابة المغربية ذو الجنسية الفرنسية ان محكمة المسان بالجزائر ادانت اسماعيل بست اشهر سجن نفذن مع تغريمه بمبلغ 75 مليون يورو حوالي 82 مليون سنتيمة هذا ولزالت الجزائر تحتفظ بجتمان الشابة المغربية الاخرة عبدالعالم الشيور الذي قتله الجيش الجزائري في نفس الحديثة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء